السلام عليكم معكم منور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هنشوف ازاي نعمل تسبيكة المحاشي بطريقة سهلة جدا وكمان ممكن نستخدم التسبيكة دي لحشو المنبار هنعملها بدون اي مجهود خالص بدون تقطيع بصل او فرم طماطم وكمان هنشوف التوابل المزبوطة للمحاشي والغير معقدة واللي بتخلي طعمه جميل جدا وده كله هيكون بالمقادير المزبوطة بالزبط ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تعملوا لايك للفيديو اول حاجة في حل على النار هنحط فيها الطماطم بعد من اغسلها الطماطم دي كانت عندي في الفريزر فانا حطتها زي ما هي وهنضيف البصل بعد من قطعه فوق الطماطم ونغطي الحلة والنار بتكون هادية يعني تحت المتوسط بشوية انا استخدمت اتنين كيلو طماطم وبصلتين كبار يعني لكل كيلو طماطم بنستخدم بصلة كبيرة وهنضيف طبعا على الطماطم والبصلة كباية مية كبيرة ونسيبهم يغلوا على النار عشان يتبلوا ونعرف نفرمهم ده شكل الطماطم والبصل بعد نص ساعة بعد كده هنضف النار ونفرمهم ممكن نستخدم الهند بلندر لو استخدمنا الهند بلندر او خلاط ازاز بنفرم الحاجات دي وهي سخنة بس لو استخدمنا الخلاط العادي اللي هو البلاستيك بنسيب الطماطم والبصل يبرادوا الاول بعد كده نفرمهم ونرجحهم الحلة تاني بعد ما نفرمهم هنشغل النار تاني ونضيف عليهم زيت وما تضفوش زيت كتير لاننا بعد كده هنحط في الخلطة سمنة او زبدة يعني هنضيفوا على المكونات دي حوالي اربع معالق زيت والمعلقة طبعا بتكون كبيرة وهنسيبهم يتسبكوا والمية تنشف خالص وطبعا ما بنغطيش الحلة عشان تتسبك بسرعة كده خلاص تسبيكة الطماطم للمحش بقت جاهزة هنشيلها من على النار ونروح نضيفها على الرز هي والتوابل دا كيلو رز مغسول ومتصفي من المية خالص هنضيف عليه نص معلقة سكر صغيرة وتلات معالق صغيرين ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون ودي بتدي المحش ريحة حلوة خالص وكمان عشان الانتفاخ ونضيف كمان معلقتين صغيرين بابريكا عشان اللون يكون احمر اكتر وكمان هنضيف نص معلقة او ربع معلقة شطة او حسب الرغبة وكمان هنضيف مكعب مرق الدجاج نطحنه كويس قبل ما نضيفه على الرز ونقلب المكونات دي مع الرز بمعلقة كويس جدا بعد كده هنضيف حوالي تلات معالق كبار من السمنة او الزبدة بنسيح السمنة او الزبدة قبل اضافتها للرز وبالزات في الشتاء وكمان هنضيف الخضرة المقطعة لقطع صغيرة الخضرة عبارة عن حزمة بقدونس وحزمة كسبرة وحزمة شبت واوراق عدين من اعواد النعناع الاخضر وهنقلب الخضرة مع الرز برضو بمعلقة كويس جدا بعد كده هنضيف الصلصة اللي احنا سبكناها انا استخدمت الكيلو الرز اللي عملته نص التسبيكة اللي سبكتها يعني كيلو الرز بياخد كيلو طماطم وبصلة كبيرة وتلات حزم من الخضرة وطبعا التوابل اللي انا اضفتها على الرز ودي المقادير المزبوطة لخلطة المحشي وطبعا الرز ده ممكن يتحشي بيه كمان المنبار بيكون طعمه حلو جدا وكمان بتكون احسن من الخلطة النية وبالهنة والشفة مقدما ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة